احنا عايزين بيتنا دا بيت للمسيح ديت يا هزلة ليك في قلبه ما كان مريح ايو عايزين بيتنا دا بيت للمسيح طب عايزين نتكلم بقى عن معنى الرجول دي صعب اقولي انت بقى يعني ايه معنى الرجول دي حاجة يعني تدرسها اكتب مني ومعنى الانوسة لكن ايه واحد يقول انا الراجل انا هنا الراجل ربنا عمالني الراجل وهفض الراجل طب ايه يا سراجل ايه معنى الرجولة في رأيك يعني الرجولة اهم حاجة اول صفة في الرجولة الحقيقية ان يكون عنده ضبط نفس طب الفروض واحد عنده عضلات لا دي مش الرجولة مش العضلات ولا القوة ولا العنف ده اللي مش الرجولة عارفة اللي بلعبه مصرح حرة يتخن حسه كده ويرعب عضلاته مش صوت التخين كمان يعني كاي التون نفسها تتغير بتاع الحس ويعتبر ان ده هو انا حس كده وفي حقيقة عاجي خوف اللي حواليه ده مالوش داخل بالرجولة الرجولة الحقيقية اللي يبدي مراته عنه اللي يشوف احتياجها يا دكتور ده في ناظرة كانت لا ده العلم النفسي قال كده والعلم المسيحي قال كده كمان بنظر بعض الناس الرجولة الحقيقية في القدرة الجنسية انا بداحك ساعة اميها بسميها فحولة جنسية لكن هل هي دي الرجولة في حاجة زي كده عنده عجزة قدراته جنسية قلت معناها انه فقط رجولته طبعا لا التحكم وتسلط في الاخرين تحت شعار انا قائد الاسرة ده ما هيش رجولة ما هيش رجولة ابدا فاللي بيعمل الحاجات دي دي رجولة سلبية مش رجولة اهم صفة في الرجولة الحقيقية ضبط النفس القدرة ضبط النفس في المواقف يكون عنده حكمة يكون انسان شجاع ما يخافش من الفران والسراصيه وحاجة ازا كده يعني وشجاع في الايمان طبعا بس شجاع عنده شهامة شوف حد يتعبان في الاسرة يجب يشيله ويهتم بيه يعني عنده مسئولية مسئول اه عفش الشهامة العربية لها معنى معينة اه شهامة الرجل وبالانجليز لها اسم شيفلوري مش بس يعني عند العرب يعني واحد شهم شهم يعني ايه يعني ايه يحتاج ليه يسرف في عمله ما فيش انسان من صفات الرجولة بتاعته ان يكون بخيل البخل ضد الرجولة الرجولة فيها الكرم الستات بيدايقوا جدا جدا من الراجل اذا كان الراجل ده مش ماشي بانتظام في تفكير يعني واحد ماشي انكونسيستنت لو يكونكونكونسيستنت يعني ماشي باستمرارية في شخصية معينة ايجابية الراجل ما بيحسش بسميه واحد مش حساسة ولا مشاعرها ولا افكارها ولا وجودها دي حاجاتي كده جدا نسيت في حاجة كده واحد متردد يعني شخصية ما يعرفش ياخد قرار لا قصة بتحركها الريح قصة بتحرك ده متردد واحد ما يعرفش ياخد قرار وما يحبش ياخد القرار ونسميها الواحد ديسايسفنس الواحد ديسايسف يعني ممكن يعمل فالحاجات دي تدايق الست قوي طبع معنى الرجولة ان ناخد الحاجات دي كمان بالاضافة لرناء قبل كده وهي الحاجات دي برضو لازم تكون في القنوسة يعني منها كتير يكون في القنوسة يعني الراجل الخير يعني الراجل الخير يعني مهم يعني تحس كده مرش شخصية شخصية فترة ما يتحرك يمين شمال متردد ما يعرفش ياخد قرار مش حاسب اللي حوله شخصية ضعيفة ومهزوزة كده دي مش رجولة لما بص الست بقى الكلمة انت بقى القنوسة انا ما فهمش في القنوسة ايه بقى صفات القنوسة اللي هي القنوسة ليست فيه والقنوسة فيه اقول لك الصفات وعدم الصفات القنوسة موجودة في الحنان دايما الحنان الحنية الحكمة برضو الحكمة كل الكلام اللي تقال في أمثال 31 الهدوء والتواضح ان يكون عندها هدوء حياتها استوطها عالي لما استواطر حساس قوي يهم قوي قوي يعني في بطرس الأولى الصحي الثالث آية أربعة ايه بكلمة الزينة الخارجية بكلمة الزينة الداخلية بسميه إنسان القلب الخفي العادية مثل الفساد الروح الوديع الهادئ يريد كل الست اسمع كلام ده الهدوء عند الله غير السماء الروح الوديع والهادئ دي من أهم صفات أنوثة المرأة يعني لو صوتها عالي الزعب باستمرار ومش وديعة المتكبرة ومتسلطة تفقد أنوثتها الأنوثة هاليا في الجمال الخارجي يعني ممكن يكون الجمال متزن استر قاعدوا يزينوها ومالكة يزينوها ستوش وريح ستوش وتانين ريحة وتزين طيب الميكوب المبالغ فيه يعني الحاجات اللي كده مبالغ فيه تحس تمت فيها خلاعة كده حاجة فاعة فجة كده ما حيبهيش حاجة فاعة لكن المرأة فعلا لازم تتزين وأساسا تتزين لجزها مش الخارج لذا هابير فهم هابير فهم بيقول كده المرأة اللي بتتزين فقط الخارج وداخل بيتها مش بتزينة مختأة مختأة في حق هذا المعنى يعني ايه تاني في الستات الحزم كده برضو يكون عندها حزم مش بعنف بس لما تقول كلمة يبقى تقولها شارب كده حزم أولادها طب ايه رأيك في حكمتها المرأة بتكون حكيمة طبعا لازم تكون حكيمة حكمة المرأة بنت بيتها تبني بيتها الحكيمة يعني زي تكون زي أبي جابل ودبورة وكل اللي بنسمع عنهم دبورة دبورة اللي كانت قاضية اه قاضية وكان الشعب يجي احتكم اليها تحت النفط ياخد رأيها اه فيعندها هي إنسان مفكرة وعندها حكمة المرأة ربنا خلقها لكي ما تكون أم أمومة الأمومة سواء لولادها الحقيين أو في الخارج في الخدمة في أي حتة أجيب عائلة صغيرة عندها مثلا 3-4 سنين يبقى عندها أمومة بالعرائس وتأكل وتشرة وتغير بالعروس عندها أمومة وهذه الأمومة تخلي الست في أي مجتمع عوانة تخدم اللي حوليها كأم يعني هي ما عندها شعير من نفسها يعني الأمومة من صفات الأنوثة المهمة يعني طيب أنا بشوف أشكال بقى أوليلي عليها إذا كان دي الأنوثة حقية ولا إحنا قلنا المرأة متبرجة لبسا وتزين زينة خارجية العليا أوي عشان كده برضو في سبيل بطرس قاد إن الزينة الخارجية دي جازنا فعل قليل اللي هي التحلي بالزهب لبس الزاوتة والسياب كلام دا دي حاجة لها مش غالية عند الله لكن إنسان قلب الداخلي هو للغاية السمن طيب المرأة المسترجلة لا طيب الأيام دي مسترجلة العنيفة ولا نهية كده يعني في نظرها لبسة لبس الراجل نو بس ستة في داخل هتقول ليس هناك أهمية للراجل أهمية فقط يعني البزر بتاعته عشاني حبل غير كده إيه هميت أنا بعمل كل حاجة ده هناك تجاه اسمه فيمينزم فيمينزم دي يعني نوع من داخل الصراع بين الجنسين فيه حركة اسمها حركة فيمينزم يعني المرأة ممكن تعيش وتدير المملكة بالكامل والراجل ليس له مكان دي فكرة إبليس ده إبليس اللي بيحاطة الفيدي خلي بالي فعلا اجي حسنا نقول ربنا عاوز يعمل ايه وعلاقة معاه واي حاجة في هذه الحلقة بالذات سلبية أعرف إن صواب إبليس فيها بالضبط فالمرأة المسترجلة مسترجلة وعلى فكرة فيه راجل برضو مزودة في الرجولة بتاعته مستسميه واحد شوفينست يعني لقى همية للمرأة مش بس الراجل زايد على المرأة يعني نظره في أهميته لقى ده لا ما فيش لزوم المرأة خالص برضو أقصى حاجة عشان تقعد في البيت تيجي بعيال طب يعني هو الشوفينست يبص نظرة دونية للستات والفيمينست نظرة دونية للرجال دي ولا هي رجولة حقيقية ولا هي أنوثة حقيقية ولا تكون موجودة أبدا في أي بيت مسيح طب اي رأيك المرأة لما تستضعف تستضعف وتبقى كده سلبية باسف كده عملة نفسها غلبانة وضعيفة عشان الجوثة هي ساعتها ومستموتة وتستموت لا مش دي الأنوث استضعف ده مش في الأنوث أبدا لا دي مش في الأنوث فإحنا قلنا بعض الصفات الإيجابية والسلبية في الرجولة أنا بعطش الجيم مخصوصة عشان إخواتي الصعيدة اللي بكامع الراجل نوع الراجل يعني طيب مش المستضعف وبس وست اللي فكر إنها فهمة كل حاجة وفهمة أكتر من جزها وهي اللي عاوزة تمشي وبنصلط برضه متصلطة تنزع تنزع منها عصول صوت الأنوثة لما بص لواحد هي متكبرة متسلطة حساء عالي بتشخط وتنطر وحتى جز على الرف وعمل نفسها هي بس اللي بتفهم في كل حاجة ما عندهاش حكمة حقيقية جمالها متبرجة فيها ما عندهاش اهتمام بالآخرين سأقبروها أموما يعني كل الصفات دي تنزع الأنوثة منها طبعا في حاجات كثيرة تاني بقى أكبر مثل للأنوثة اللي لكل يليها هي دي الأنوثة حقيقية ممثلة ممثلة مثلا لا 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 ما تقول لك واحدة مغنية مغنين العذرة مريم العذرة مريم السيدة العذراء أكبر مثل الأنوثة لو كل ست بصت للسيدة العذراء كمثل وقود ولها البيتها تحيش في سلام والراجل ده لو بص لمثل قدامه يبقى زيه يفتكري أخذ مثل مين المسيح لو لما تجسد في صورة الراجل أبصله كقدوة وده هيخليني يعني أفسد خطة الشيطان اللي عاوز يخليني دايما أكستريم متطرف سواء في معنى الرجولة أو معنى الأنوثة متطرف من حتين يعني بلا رجولة خالص أو متشدد يبقى شوفنس يعني وست نفس الشيء فعشان يحبط فكر الشيطان يجب الاتنين يعيشوا في ربنا يقروا كلمته يبقوا حالا يخذوا بالهم من بعض أبديها عني ويتبديها عن نفسها هيا دي المعنى الحقيقي للرجولة والأنوثة والأنوثة اشتركوا في القناة